السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله نتكلم على الزون الزون عبارة عن ايه عن مجموعة من الاسبيس بينهم خصائص مشتركة تمام يعملون يكونوا بياخدوا من مكانة واحدة مثلا او كلهم مثلا الاسبيس الثلاثة الاربعة اللي هنا نختارهم دول عبارة عن اوفيس مثلا او عبارة عن غرف نوم فالليهم حسابات مشتركة فانا عايز يحطوهم في الزون تمام فدلوقتي انا اجي هنا اقول له انا عايز الغي بحيث ان انا ابدأ اشوف الشغل كله هقول له انا عايز اضيف ممكن تبدأ تشوف الغرفة اللي ما فيهاش space وتبدأ تضيف او ممكن تقول له automatic بلس space automatic فهو لو فيه اي غرفة ما فيهاش space بيبدأ اضيفها هو الspace هي عبارة عن غرفة تمام بس لو انت عملت الليكت على الروم بتلاقي ان الروم بيديك معرمات بسطة جدا يعني المساحة طول عرض حاجات اسم الغرفة انما الليس space بيبدأ اديني حسابات اكتر تمام هي نفس نفس المساحة ونفس كل حاجة بس سوى بيديني حسابات خاصة بالاليكتريكال بالديمينشن بالميكانيكال بالانيرجي اناليسيس كل الحاجات ديه فانا دلوقتي بعايز ابدأ اشوف بعض الغرف ولكن دول مسلا عايز يحطوهم في زون الواحدة فهقول له زون وابدأ اضيف المساحة مثلا ديت والمساحة دي والمساحة دي والمساحة دي والمساحة دي دول كلهم بقى زونة الواحدة اللي عايز اقلغى حاجة بقول له تمام لاحظ هنا الزونة دي مالهاش اي احتباط خلص تمام عايز اعمل سريكت على الزون هتلاقى صعبة شوية طيب هخش بي 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 تمام هتدور على الزون مش هتلاقى زون الخرص تمام انت معلم على كله اه طيب هي موجودة اسمها اتش باك زونة تمام ده لغبات الناس كتير تعلم على ديت تمام وتيجي هنا طول له لو انت عايز عايز تظهر الريفرانس بلايم بتاعتك هتقول له اوكي هيبدأ يظهر بالشكل دوت تمام ده الاتش باك زونة اي حسابات خلص ومفيش اي حاج تمام فانت ممكن تجي ادي الزون لو عايز تعدل هنا سيرفيس طيب هتقدر تجي هنا تقول له انا عايز مثلا النوع السيرفيس طيب هنا ممكن تخليها اه اي اي مثلا تخليها فان كويل سيستم تدر كويل بايباس تدلو نسبة تبدأ تدخل المعلومات ديت تمام بس برضو كل ده بش هعمل لك اي حسابات ولا هعمل اي تعديل عشان تعمل حسابات هتجي هنا هتقول له هيتج اند كولينج لود وتبدأ تحط الخصائص بتاعت البلدينج طيب واللوكيشن والجراند بلان تقدر تختارهم كلهم تمام وبعدك هتقول له هو بقى هيبدأ يعمل حسابات بتاعته ويبدأ يطلع لي الجدول وهيبدأ يحسب ويبدأ يدخل المعلومات في الزون الناس كترة بتستخدم البرنامج الريفت واحدة برامج البيم في النمزجة لأ انت ممكن تعمل حسابات برضو موجودة عليه وتقدر تعمل المعلومات ديت وتستوردها من اي برنامج اخر يعني هو بيصدر فهاية تقدر تفتحه على اي برنامج من برامج الحسابات زي الهام مثلا وتاخد المعلومات دي بدل ما تدخلها ماني ولا هنا الجنرال دي معلومات على المبنى كله الغالب يعني ممكن يكون سعيف المية من المبنى مثلا غرف فندقية خلاص يبقى غرف فندقية الديتيل بقى بتبدأ تعمل كل غرفة تدخل لها معرومات ممكن كل زون تدخل لها معرومات خاصة بها ثم هو بيبدأ يحسبها هوت وكل هجيب لي معرومات بالتفاصيلية تمام؟ هتلاقي الزون نهايات بدأ يجيب لي المعلومات بتاعتها الاريا السبب بتاعته تمام؟ كل الكمبونت الموجودة فيها بيجيب لي المعروب بتاعتها تمام؟ طيب لو دوس كنترول تاب ورجعت واخترت الزون بتاعت ثاني هتلاقي ان هو بدأ حسب لي كل المعلومات اللي انا عايزها الجروس اريا الكيوبيت فوليوم الجروس فوليوم وكل الكالكولاتيهيتين جروود الكالكولاتيهيتين جروود كل ذول بدأ يحسبهم لي ويطلع للمعلومات صحيحة وانتدخل تدخل هنا اول ما تعدل اي رقم مثلا حسب لي كذا يبدأ يحسب لك ولو في اي اختلاف يبدأ يجيب لي المعلومات الجديدة فده انا كده بيستخدم الريفت كبرنامج حسابيات وقدر تطلع منه معلومات مصروفية